طبقتك عزيزي لهذه القراءة أنت إنسان حقاني وتريد أن تكون أو طالب أنت الحق من هذا الشخص من هذا الحبيب ربما تكونان في علاقة زواج وأنت تريد الانفصال أو ربما تكونان في خصام في زعل وفي ابتعاد وأنت تريد الرجوع إذن أنت تريد الحق أخذ الحق من هذا الشخص فأنت تريد العدل هذا الشخص تراه بأنه مقدم لك في حالة استقرار مادي وهو يريد أن يكون معك أو يقدم لك عرض مادي راسخ وقوي ولكن هو مستقر ولكن ترى بأن هذا الحبيب هو متباطئ جدا في إعادة حقوقك لك هو لا يتصرف حتى الآن إلا بشكل بطيء جدا هذا الشخص متباعد عنك وهو يراقبك من بعيد وينظر إليك احتمال عن طريق السوشال ميديا ويراقبك طاقتك لهذه القراءة أنا أرى بأنك قد قطعت الكلام مع هذا الشخص وأنت الآن متباعد عنه هذه الطاقة نفس هذه الطاقة أنت طالب العدل وطالب الحق ربما تكونان في زواج وأنت طالب الانفصال طاقة هذا الحبيب لهذه القراءة هو يحاول أن يتوازن ماديا احتمال بأنه يكون بينكما مشكلة مادية في هذه الفترة لأنني أرى بأن هذا الحبيب طاقة بهذا الحبيب وراءك هي أيضا طاقة يحاول أن يكون في استقرار مادي يحاول أن يكون يحافظ على استقراره المادية وهو يحاول أن يتوازن ويحافظ هنا على استقراره المادية طاقته كما تراه بالضبط فهو احتمال بأنه يوجد بينكما مشكلة مادية مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تدين هذا الحبيب وأنت طالب منه كما قلت طالب منه العدل والحق فأنت تشعر بأنه ربما قد سلب منك حقك وأنت تطالبه وتدينه وتطالبه بالحق بإعادة الحق وبإعادة ربما أمواله أو بإعادة أي شيء أخذه منك أو خلافات بينكما أنت تطالب بالحق وأعادة الأمور إلى ما كانت عليك ربما تكون بينكما محاكم في هذه الفترة مشاعر الحبيب اتجاهك عفوا هذه مشاعرك كما قلت أنت تشعر بأن الحبيب يدينك ويطالبك بالحق ومشاعرك مشاعر الحبيب اتجاهك أنت الحبيب يشعر بأنه بأن ما مر معه كان ربما كارما في حياته وهو قد عمل أخطأ بحقك بشيء ما وهو الآن القدر والله يرد له ما أخطأ معك به فهو الآن في موقف صعب احتمال بأنه يكون في ماذا ما عمل لك من شر فاحتمال أن يكون قد أعيد أو رجع عليه هو الآن مجروح احتمال كما قلت بسبب هذه الكارما التي مرت في حياته فإن الله لا يترك أمر إلا ويعطي لكل إنسان حقه فإذا أخطأ الإنسان تعود له هذه الخطيئة وترد له يوم من الأيام وإذا كان جيد تعود عليه هذا الشيء في وقت ما فهو الآن في موقف صعب وفي كسرة قلب وهو يشعر بأنه مغدور وقد تعرض ممكن أن يكون قد تعرض للخيانة احتمال بأنه قد كان في علاقة ثلاثية وقد تعرض للخيانة بسبب من قبل هذا الشخص وهو الآن يريد الاستشفاء والخروج من هذه الطاقة الصعبة والخطوة القادمة أن يأتي إليك بعد الانتصار بعد هذه الأمور الصعبة التي مرت عليه في حياته هو يحاول أن يقدم لك الاعتذار والرجوة بشكل رسمي يحاول أن يأتي إليك بشكل رسمي إذا كانت أنا أرى بأن هذه العلاقة علاقة بين اثنين متزوجين لا أراها علاقة لشخص جديد بل أراها علاقة أشخاص متزوجين منذ فترة وقد حصلت بينهما مشاكل ربما مشاكل طلاق أو مشاكل نفقة أو إلى ما شبه ذلك وهما الآن وهو هذا الشخص يريد أن يقدم لك الاعتذار والرجوع فهو يحن إليك جدا ولأولادك إذا كان عندكم أولاد فهو هذه نتيجة القراءة هو يحاول الرجوع حتما يريد أن يأتي بسرعة إليك فهو إنسان في هذه الفترة قد حقق نجاحات كبيرة وهو يريد أن يأتي إليك بنجاحاته بكل نجاحاته مع أشخاص مقدمين لك الاعتذار إذا كان قد أخطأ بحقك هو أو أحد الأشخاص من عائلته أو من أحد أفراد أسرته نصيحتك لهذه القراءة أن تسترفي وتستشفي من أوجاع الماضي إذا كنت متأثر بشيء قد حصل معك في الماضي فأنا أنصحك بالخروج من هذه الطاقة السلبية وفتح قلبك لأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بإذن الله وسيحصل عندك الاستشفاء وأنت بدورك أطلب منك أن تحاول أن تأخذ قصة من الراحة وتحاول أن تخرج من الطاقة السلبية لكي تفتح قلبك للحب من جديد فهذا الشخص حتماً سيجع إليك قريباً إن شاء الله إذا نأخذ نصيحة هذه نصيحة تقول لك حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك فربما هذه البطاقة تكون للشخص الآخر أو ربما سيقدم لك مادياً بشكل مادي هذا الشخص وأنت عليك أن تحافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك أو ربما هو أيضاً يكون محتاج لهذه النصيحة لكي يسمعها ربما تكون اختلافات بينكما مادياً وأنت قد أهترت مال معين كان له أو الحبيب هذه بطاقة للحبيب هو قد أكل عليك حقك أو عمل أي شيء وهو يجب عليك أن يحافظ على أمواله ولا ينفقه إلا على أشياء تستحق منه ذلك هذه ربما تكون مصيحة لحبيب برج الثور نأخذ مصيحة أخرين كل جيء في بدايته صعب فمرارة الأشياء في بدايتها تشعرنا مؤخراً بحلاوتها وأنا أرى بأن هناك شيء صعب قد مر به برج الثور هنا ربما كان أخطأ بحق أحد الأشخاص وأعيدت إليه هذه الكارمة وهو الآن وهو الآن تقول لك هذه البطاقة كل شيء في بدايته صعب فمرارة الأشياء في بدايتها تشعرنا مؤخراً بحلاوتها ربما كان هذا الحبيب قد أخطأ في حقك وأعيدت له هذه الكارمة وهو الآن يريد الرجوع والاعتذار من جديد لنأخذ نصيحة من رومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة تعرف على هذا الشخص من جديد وكن إيجابي فربما يأتي إليك الحب بوقت لم تكن تنتظره الحب يأتي إلينا فجأة فأنت احتمال بأنك أنت في حالة صعبة وأنت تنتظر هذا الشخص وأنت تنتظر أن تأخذ حقك من هذا الشخص ولكن تقول لك البطاقة كن إيجابي فهذا الشخص سيعود لك في وقت لم تكن تتوقعه نصيحة أخرى تقول لك هذه البطاقة هذا هو الحب الحقيقي ربما يكون هذا الشخص هو حب لحياتك حبك الحقيقي مهما حصلت بينكما إلا أنه ينوي الرجوع إليك مرة أخرى ويحبك جدا ويراك ثوءا لروحي ترجمة نانسي قنقر